قالت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحكومة وضعت قانونا جديدا لتنظيم العمل الأهلي يمنح الحق في تأسيس الجمعيات الأهلية بالاختار وردا على تقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات أكدت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات تستهدف الجمعيات التي تعمل ضد الدولة ومصادر تمويلها غير المعلومة مشيرة إلى أن القانون حضر على وزارة تضمن الاجتماعي حل الجمعيات الأهلية ومنح هذا الحق للقضاء وضفت التنصقية أن هناك 34206 منظمات نجحت في توفيق أوضاعها وبلغت نسبة تمويل الأجنبي الذي حصلت عليه ما يزيد عن 35% من إجماله ما حصلت عليه من تمويلات